اشتركوا في القناة وطنية الحثيثة التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا كوفيد تسعة عشر قد حققت نجاحا مميزا من خلال عمل الفريق الوطني وبتكاتف مختلف الجهات المعنية يساند ذلك وعي وتلاحم اهل البحرين كافة كما قدم اللواء الروكنس مو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي اجازا للمجلس يتعلق بالمواضيع المدرجة على جدول اعماله والهدف لرفع القدرات الدفاعية والامنية والصحية حيث تم اتخاذ القرارات اللازمة لها لكل ما فيه خير وامن وطننا العزيز ومواطنيه الكرام والمقيمين على ارضه الطيبة معربا جلالته ايده الله عن خالص شكره وتقديره لقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني على جهودهم السامية للمساهمة في التصدي لهذا الفيروس مؤكدا رعاه الله بان الدعم الكبير من قواتنا المسلحة لمواجهة هذا التحدي هو واجب اصيل تنهض به وفق الخطط الموضوعة لضمان سلامة وامن اهل البحرين جميعا واشار جلالته وحفظه الله ورعاه بان ما تم اطلاقه من حزمة اقتصادية ومالية بقيمة اربعة مليارات وثلاثمائة مليون دينار بحريني وفق توجيهات جلالته السديدة جاءت داعمة للجهود الوطنية المباركة لتخفيف انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا كوفيد 19 على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار مساعد تنمية المستدامة منوها جلالته حفظه الله ورعاه الى اهمية سرعة اتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة لتفعيل هذه الحزمة المالية والاقتصادية لصالح المواطنين ومواصلة نمو القطاع الخاص البحريني وقال جلالته اننا بكل الاعتزاز نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا للأعداد الكبيرة من المواطنين والمواطنات الذين بادروا للاستجابة للتطوع للمساهمة في هذا العمل الوطني السامي وان هذا ليس بغريب على ابناء البحرين في مثل هذه الظروف مضيفا رعاه الله ان ما تحقق من نجاح وانجاز مميز وكفاءة عالية اصبح موضع الاشادة الدولية وهو ما اكده تقرير منظمة الصحة العالمية التي اثنت على كافة اجراءات مملكة البحرين الاحترازية والتدابير الوقائية والاستعداد المبكر وفق توصيات ومعايير منظمة الصحة العالمية واعتبرت المنظمة البحرين نموذجا يحتذا في التعامل لاحتواء ومكافحة هذا الفيروس الذي يعاني منه العالم بأسره منوها رعاه الله بان الوضع الصحي في البحرين بحمد الله وبجهود الجميع مستقر حيث نشهد باستمرار تعافي حالات اضافية واخراجهم من مركز العزل والعلاج بعد تلقيهم العناية الصحية وفق افضل المعايير الدولية وضف جلالته اننا سنواصل معا عملنا الوطني المشترك ااملين ان يزول انتشار هذا الوباء العالمي في وقت قريب بعون الله متمنيا للجميع استمرار التوفيق ولوطننا العزيز دوام الرقي والازدهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر